اهلا بكم من جديد عقدت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية الاجتماع الأول لبنجلس إدارتها الجديد بعد تعيين أعضائه الجدد برئاسة زايدة الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وقد شهد الاجتماع مناقشة عدد من الشيون الداخلية للنقلة وأكد الزياني بأن الاجتماع يعتبر استراتيجيا وهما لدعم الجهود وترسيخ الأهداف المشتركة لتوجيه ودعم طيران الخليج كما عبر عن تفاؤله بما يحمله المستقبل بالنسبة للشركة وما ستنتج عنه الجهود المشتركة لمجلس الإدارة وفريق إدارتها والعملين فيها ومختلف شركائها التجاريين لتنفيذ استراتيجية الأعمال التي ستسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الرئيسية للشركة أغفل مؤشر البحرين العام في بورصة البحرين هذا الأسبوع بارتفاع قدره 5.46 نقطة عن سعر الإقفال السابق وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم والسندات المتداولة ما بين 885 و 743 دينار بحرينية أما متوسط عدد السفقات فقد بلغ 43 سفقات التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهمي ووحدات الصندق الاستثمارية العقارية المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 15.939.539 سهما ووحدة وقد بلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة بقيمة إجمالية قدرها 3.719.426 دينار بحرينيا نفذها الوسط لصالح المستثمرين من خلال 215 صفقة وقد تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 25 شركة ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم 7 شركات أخرى واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع التأمين أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار وعلى مستوى الشركات فقد جاءت المجموعة العربية للتأمين أريج في المركز الأول من حيث القيمة في محل بنكو إنفست كورب في المركز الثاني في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية 53 عطاء لتسع عشرة مناقصة تقدمت بها سبع جهات حكومية وقد بلغ إجمالي وأقل العطاءات المستلمة 17 مليون وأربعمائة ألف دينار وقد تصدرت قيمة العطاءات المطروحة لشركة تطوير للبترول بأعلى قيمة بعد طرحها لمناقصة توفير خدمات ضغط الغاز وتنافس على المناقصة ست شركات أما شركة إكستيران بحرين فقد تقدمت بأقل العطاءات حيث بلغت قيمته 13 مليون و700 ألف دينار وقد تصدر الجلسة من حيث عدد المخازن المركزية بعد أن تقدمت بسابع مناقصات تضمنت توريد عدد من المواد الكهربائية والآن نترككم مشاهدين مع أسعار صرف الدينار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر